السلام عليكم ورحبا بكم على قناة المدير للمعلوماتية فضلا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في عام 1783 ولد صبي برأسين عاملين في موندى البواد البنغالي الهند أذهل المنظر القابلة لدرجة أنها ألقت بالصبي في النار رغم أنه نجى من إصابات برؤية فرصة للربح أخذ الوالدان الصبية إلى كالكتن حيث دفع الناس مقابل رؤية حالته الفريدة تعمل الرؤوس بشكل مستقل يمكن لأحدهم النوم والآخر مستيقظا أو يبكي بينما يبتسم الآخر لكن استجابتهم للمنبهات اختلفت كان أحد الرؤوس حساسا للضوء ولديه ضعف في الرؤية ومع ذلك فإنهم يتشاركون نفس الإحساس بالألم للأسف توفي الصبي في سن الرابعة من لدغة الكوبرا عندما ذهبت والدته لجلب الماء اليوم نعرف هذه الحالة باسم طفيلي القحف وهو نادر الحدوث في حوالي 2 من كل 5 ملايين طفل أظهر فحص تشريح الجثة للصبي أن لكل رأس دماغه وإمداداته من الدم كان يتمتع بصحة جيدة خلال حياته القصيرة تعرض جمجمة الصبي الآن في متحف هانتريان التابع للكلية الملكية للجراحين في لندن وهو نصب تذكاري لهذه الحالة الطبية النادرة بقلم المدير للمعلوماتية